من الفوكابيولاغ المهمة جداً اللي أي طالب صغير بيتعلم أي لغة اللي يكون عارفها هي الكلمة الطويلة دي ترجمتها بالعربي حروف جر المكان أنا عايز أقول جملة عايز أقول أن يدي فوق رأسي مثلاً مش عارف القلم تحت الكتاب خدنا القلم وخدنا الكتاب بس إيه تحته؟ إيه فوقه؟ إيه أمام؟ إيه خلف؟ كل دي اسمها حروف جر المكان لازم كل طالب بيتعلم اللغة الفرنسية أنه يعرف حروف الجر دي يعرف معناها واستخدامها هنقولها بشكل مبسط جداً على قد مستوى الأطفال الصغيرين وأتمنى الفيديو يفعجبك ويفيدك إن شاء الله قابلني بعد الإنترو بكل بساطة هعرض ليك دلوقتي حرف الجر وأقول لك المعنى الكامل بتاعه أو المعنى الإجمالي بتاعه حرف الجر اللي قدامنا ده نطقه دان 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 يعني إن في أو بداخل عايز أقول في الفصل هقول دان لا كلاس داخل الفصل عايز أقول مثلاً في الشنطة المدرسية خدنا الشنطة قبل كده كان اسمها إيه؟ كارتابل عايز أقول في الشنطة هقولها إزاي؟ دان لكارتابل في الحقيبة طب في المقلمة من شاطر يقول هالي خدناها برضه قبل كده لاتخوس أقولها إزاي؟ دان لاتخوس في المقلمة كده خدنا ثلاث أمثلة على حرف الجر الدان دان يعني في دان لا كلاس دان لكارتابل دان لاتخوس حرف الجر entre 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 يعني between بين دازم يجي بين حكتين يعني عايز أقول مثلاً إني عندي كتاب هنا وعندي كراسة هنا وعايز أقول الألم يكون بين الكتاب والكراسة هقول هزاي؟ le stylo القلم يكون entre بين le livre et le cahier وصلت القلم يكون بين الكتاب والكراسة أما حرف الجر sur sur يعني على أو فوق sur la table فوق المائدة sur la chaise فوق الكرسي sur la tête فوق الرأس sur l'épaule فوق الكتف sur فوق طيب عكس sur حرف الجر العكس هو sous sous آخر حرفه لا ينطق sous يعني تحت sous la table تحت الترابيزة أو تحت الطولة أو المائدة ممكن نقول كمان sous le cahier تحت الكراسة لو في حاجة مستخبية هقول sous le cahier تحت الكراسة sous la chaise تحت الكرسي وفي أمثلة كتير جدا طيب عايز أقول أمام وخلف أمام اللي هو devon 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 الحرف الأخير برضو غير منطوق devon يعني أمام هقول مثلا je suis أنا أكون devon le tableau أمام السببورة أنا كمدرس والسببورة ورايا je suis devon le tableau أنا أمام السببورة تمام ممكن أقول أمثلة تانية كتير بس مش عايز أكثر عليكم في الكلام je mets la main أضع يدي devon le visage أمام واجهي بحط يدي قدام ويش طب عكس دفon derrière خلف derrière 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 أو derrière انطأها زي ما تحب خلف عايز أقول خلف الظهر derrière le dos derrière le dos خلف الظهر derrière le cartable خلف الشنطة لو في حاجة مستخبية ورا الحقيبة تمام يبقى derrière خلف عكس devant أمام حرف القر ده هيكون كبير شوية ومكوام من ثلاث قطع a droite de a droite de خدنا كلمة droite دي يعني يمين خدنا هالفيديو اللي فات لما قلنا je tourne la tête a droite a droite يعني جهة اليمين طبعا عايز أقول على يمين كذا هقول a droite de وطبعا بيجي بعدها اسم الحاجة اللي هي على يمينها هقول مثلا le stylo القلم يكون a droite du livre القلم يكون على يمين الكتاب وطبعا فيه أمثلة تانية كتير خلنا نقول حرف جر تاني ألا وهو عكس هذا هيكون a gauche de gauche يعني اليسار كذا يبقى كذا دي نفس المثال اللي قلته أقول مثلا le feutre الألم الفلو مصدر et ta gauche de يكون على يسار la trousse المألمة a gauche de la trousse أما حرف الجر اللي بمعنى بجانب بجوار يعني جنب هو a cote de a cote de نفس الاتنين اللي قبلوا a droite de على يمين a gauche de جوار يقول مثلا le cartable الشنطة a تكون a cote de la table بجانب المائدة أو بجانب الطاولة أو بجانب الترابيزة وفقا للصورة اللي قدامنا دي الكائن اللي قدامنا أو الصورة المرسومة على شكل فاردة اسمه كامانبير فبيسألني سؤال ويقول لي اين يكون كامانبير وفقا للصورة الأولى سقول il est devant le fromage هو أمام الجبن حتلاقي واقف الجبن ورا طيب الصورة الثانية il est sous le fromage هو تحت الجبن تحت الجبن طيب الصورة اللي بعدها il est à côté du fromage à côté du fromage بجوار الجبن جنبها اللي بعدها il est derrière le fromage هو يكون خلف الجبن مستخب الجبن اللي بعدها هو دخل جوه الجبن يعني غرسة بداخلها هنا استخدمنا نفس حروف الجار اللي قلناها دلوقتي دفان أمام سو تحت سور فوق بجوار أو بجانب دغير خلف دفان أمام زي ما قلنا يعني في لو عايز مزيد من التمارين هتلاقي اللينك الملف اللي شغالين منه موجود على تطبيق فرنشاوي تابع دروسك بالترتيب حمل الملفات تقدر تحل التمارين بناء على الشرح اللي احنا شرحنا ده وكمان تقدر تحل كويز أونلاين على تطبيق فرنشاوي شكرا جزيلا واتمنى لكم التوفيق ويا رب تكون استفدت من الفيديو ده سلام